تتصعد في سماء الازمات المتفاقمة بين طهران وواشنطن جولات مكثفة تحلق فيها التهديدات بين البلدين لم يعرف بعد ان كانت الايام المقبلة حبلة بلغة النار او انها مجرد استعراض للقوى وحرب كلامية باردة في الطريقين فان التصعيد الاخير الذي جاء على لسان قائد الحرس الثوري الايراني بالرد على اي خطوة تستهدف بلاده او الحديث الراشح عن تقارير للمخابرات الامريكية بنقل صواريخ ايرانية قصيرة المدى الى العراق يقعان في حسابات التوتر الذي ينال نصيبه البلد هنا وعلى التقارب المشحون بين الدولتين طال التوتر بينهما تقارب بالمواجهة والرد بما لهما من اجهزة وموالين وتمترس للنفوذ في الساحة العراقية بدأ يعود بنتائج حرب اقتصادية بالفعل على حساب الورقة المالية العراقية يخسر البلد في كل مرة مستقبله الاستثماري والتجاري والصناعي اي ان اقتصاده محكوم بقياس معدل التوتر في المنطقة سواء تحول الاستعراض بين واشنطن وطهران الى فعل عسكري على الارض او لم يتحول العرف الدولي يقرأ ايضا ان في مخطط العراق الاقتصادي والسياسي كذلك يواجه التوتر المرتفع بنتائج غير مرضية على صعيد بناء مشروعه السياسي وانفتاحه الدولي عربيا وعالميا فيما تؤكد ايران بلسان خارجيتها كما في كل مرة انها ترفض المساس بالبعطية الدبلوماسية في العراق تأكيدا لا يوجد مخرج له في الوقائع المتواترة بين ثينة واخرى تقرأ اللعبة الاخطر اليوم بوجود صاحة عراقية كملعب امام مصالح الدول المتناحرة فاللاعبون يضربون كراتهم في المرمى العراقي ما يحيل النتيجة دوما الى خسارة الاهداف التي تريدها الدولة بنجاح اعادة هيبتها وانجاح المشروع السياسي والاقتصادي والامني